اشتركوا في القناة وصول منتخب السيدات العسكري لألعاب القوى بقوة الدفاع البحرين بلقب بطولة العالم العسكري لنصف الماراثون والتي يقيمت في جمهورية البوسنة والهرسك خلال الفترة من الثالث والعشرين ولغاية السادس والعشرين من الشهر الجاري حيث حقق عداءات المنتخب العسكري المركز الأول على مستوى الفراق والفردي كما حقق الرجال المركز الثالث للفراق والمركز الثاني والثالث للفردي وأشاد معالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين بقيادة وتوجيهات جلالة الملك المعظم الحكيمة والتي كانت لها الفضل في تحقيق هذه النتيجة المشرفة كما أشاد بكلمات جلالته الحكيمة التي أضاءت لنا طريق البطولات وتحقيق الإنجازات معاهدا معالي جلالة الملك المعظم بالاستمرار بأن ظل أبناء جلالته بالقوة المسلحة والجند المخلصون لجلالته اشتركوا في القناة